موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل المبعوث الامريكي رئيس الوزراء يستقبل السفير الاماراتي لدى اليمن موسيقى وزير الخارجية يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولد موسيقى الأمين العام لمحلي حضر موت يرعى توقيع عقد توريدا موسيقى من مبنى تلفزيون حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة اخبارية مفصلة اهلا بكم مستهل نشرتنا مع خبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العالمي الذي بعث برقية عزاء ومواساة الى فخامة الرئيس سيرجيو متاريلا رئيس الجمهورية الايطالية وذلك في وفاة رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو بيرلسكوني واعرب فخامة الرئيس باسمه واعضاء المجلس للرئيس متاريلا والشعب الايطالي الصديق عن خالص التعازي برحيل فقيدهم الكبير الذي امضى حياته في خدمة شعبه ووطنه وتمتين العلاقات الايطالية مع شعوب العالم في مختلف المجالات استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العالمي مبعوث الولايات المتحدة الامريكية تيموثي لينر كينغ للبحث في مستجدات الوضع اليمني وجهود احياء مسار السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية رئيس مجلس القيادة الرئاسية طلع من الوسيطة الامريكي على نتائج اتصالته مع القوى الاقليمية والدولية حول سبل الكفيلة باطلاق عملية سياسية تضمن استعادة مؤسسات الدولة وتلبي تطلعات جميع اليمنيين واعرب فخامة الرئيس عن تقديره للجهود الامريكية المنسقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل تجديد الهدنة الانسانية هذا وتطرق اللقاء الى الازمة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية كما تطرق الى نتائج المحادثات الرئاسية الاخيرة مع وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين والتقدم الحذري في الحذيري في خطة الامم المتحدة لمنع التسرب النفط من الناقل صافر واشد المبعوث الامريكي من جانبه بالتعاطي الرئاسي الجاد مع جهود السلام ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم لندر كينغ الجهود الجارية لذفع المحادثات السياسية واطلاق عملية السلام شاملة في بلادنا اللواء العراد طلع اطلع المبعوث الامريكي على احدث المستجدات في الصاحة اليمنية والجهود المبذولة لاحياء مسار الهدنة الانسانية واشار عضو مجلس القيادة الى ان القيادة السياسية والحكومة تعمل على تطوير اليات تخفيف المعاناة الانسانية التي فقمتها من اشياء الحوثية الارهابية من خلال اجراءاتها التصعيدية التي تستهدف الاقتصاد الوطني موشيدا بالعلاقات المتميزة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الامريكية دعيا الى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الوطني بما يسهم في تخفيف حدة الازمة الانسانية استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى اليمن محمد الزعابي لمناقشة التطورات الاخيرة في البلاد والجهود المستمرة لاحلال السلام في اليمن وضرورة اسناد الحكومة والحفاظ على تمسكها اللقاء استعرض ايضا مجالات التعاون والدعم الانساني والتنموي لوقف التدهور الاقتصادية والخدمية في ظل الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثية وشدد الدكتور معين عبد الملك على ضرورة العمل من اجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ودورها في عدم وصول الوضع الاقتصادي والانساني الى الانهيار وتخفيف معاناة المواطنين معربان عن ثقته بجهود تحالف دعم الشرعية قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لمساندة الحكومة في تجاوز الاوضاع الراهنة وجدد سفير الاماراتي من جانبه دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة التحديات منوها بما تبدله الحكومة من جهود استثنائية للتعامل مع التحديات رغم صعوبة الاوضاع والظروف مؤكدا دعم الامارات لكل الجهود الاقليمية والاممية والدولية لاحلال السلام في اليمن لاقش الرئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب والموقف الامريكي تجاه تصعيد الحوثي وحربه الاقتصادية اللقاء استعرض الدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تعيق أداء عملها ولحفاظ على مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بين الحكومة والولايات المتحدة تجاه الكثير من الملفات والقضايا وفي مقدمتها إدانة الحرب الاقتصادية الحوثية التي تقوض جهود السلام وأشهد الدكتور معين بالدعم الامريكي المساند للحكومة منوها بالموقف الواضح للأصدقاء في الولايات المتحدة من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي ورفضها لكل جهود السلام وتطرق رئيس الوزراء الى التحديات المختلفة التي تواجه عمل الحكومة مجددا موقف الحكومة الثابت في تحقيق السلام العادل كما أكد المبعوث الامريكي من جانبه استمرار دعم الحكومة وأجراءاتها الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني التقى وزير الخارجية وشهود المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم في مدينة لاهاي الهولندية السفراء العرب المؤتمدين لدى مملكة هولندا لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في بلادنا والموقف الحوثي السلبي تجاه جهود تحقيق السلام وتطرق اللقاء الى أهمية تنسيق التحرك دبلوماسي بين السفارات العربية للدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي وأدواته السعية إلى نشر الفتن والفوضى وتمسيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية نقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري مع محافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم أوضاع واحتياجات المحافظة تنمويا واقتصاديا والصعوبة التي تواجهها المحافظة الوزير الأغبري كده خرص الحكومة على دعم كافة جهود السلطات المحلية في تعزيز الاستقرار وتفعيل أذاء المكاتب التنفيذية والعمل على تحسين وتنمية الموارد وأشهد الوزير الأغبري بالجهود التي تبدلها قيادة المحافظة في النهوض بالعملية التنموية والاقتصادية للمحافظة والعمل على التنسيق والتعاون للنهوض بعملية الإيرادات وتنمية الموارد للمحافظة كما استعرض محافظ أبيا من جانبه مجمل المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في البنى التحتية من طرقات ومشاريع الزراعة والري وكافة الجوانب الخدمية الأساسية ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجمعية الكويتية وعدد موثلي المنظمات والشركاء المحليين العاملين في المجال الإغاثي والإنسانية الوزير الأغبري حث المنظمات الدولية والمحلية على تقديم لعاون الطارئ لأرخبيل سقطرة لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي شهده الأرخبيل الأسبوع الماضي وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أهمية الجهود التي تبدلها قيادة المحافظة لمواجهة الآثار التي خلفتها السيول خلال الفترة الحالية مشددا على أهمية العمل على إعداد التقارير الميدانية لتوثيق كافة الخسائر المادية التي تعرض لها الأرخبيل في البناء التحتية مؤكدا أهمية تكثيف برامج التوعية والإرشاد وتشكيل لجانة وارئ تحسبا لأي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة رعى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صال عبود العنقية اليوم بالمكلة توقيع عقد توريد أدوية كيموية وبيولوجية للربع الأول من العام الجاري بين المركز الوطني لعلاج الأورام وشركة الفواصل للتجارة العامة وشركة النور للأدوية بكلفة إجمالية بلغت مائتين وثمانية وعشرين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا ومائتين وخمسين ريال يمني توقيع العقد يأتي بموجب قرار اللجنة العامة للمناقصات بالمحافظة رقم خمسة عشر لعام الفين وثلاثة وعشرين والقاضي بتجزئة إرساء المناقصة حيث تكون فترة التوريد للأدوية شهرين بموجب العقد ويأتي ذلك ضمن اهتمام السلطة المحلية بهذه الشريحة من المجتمع الذين يعانون من أمراض الأورام المزمنة وشدد الأمين العام العمقي على أهمية توريد الأدوية ذات الجودة والمواصفات الفنية العالية مع الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة الفنية مشددا على إخضاع كافة الأدوية الموردة للاختبارات والفحص عند استلامها في الميناء ولا يسمح لها بالخروج إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المطلوبة ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيبر مع رئيس منظمة الإمداد الخيرية الدكتور زكريا الشيخ مصوفة من احتياجات المحافظة من الخدمات والمشاريع التي هي في حاجة إلى تدخل من المنظمات الدولية الأمين العام للمهرة شار إلى الأعباء التي تتحملها السلطة المحلية من خلال استقبالها الألاف من النازحين بسبب الحرب التي تشهدها البلاد وهو ما شكل ضغطا غير عادي على الخدمات في التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها واستمع الأمين العام نيمر إلى المجالات والمشاريع التي تدعمها الجمعية حيث تم اعتماد مشروع إعادة بناء وتأهيل المركز الصحي بمنطقة الفيدمي كما تم تدشين توزيع ألف سلة غدائية للأسر الفقيرة مؤكدا تقديم السلطة المحلية كافة تسهيلات للجمعية إلى ذلك قام الوفد بزيارة إلى مستشفى الغيظة المركزية ومشروع مياه الجزع للإطلاع على الاحتياجات عن قرب نقش لقاء مشترك عقيد اليوم بمدينة الغيظة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر آليات تنظيم أسواق الأسماك ونقش اللقاء جملة من الإجراءات التي يمكن من خلالها تنظيم وضبط أسعار الأسماك في الأسواق مع التأكيد على الاتزام بمنع تصدير أنواع الأسماك التي حددتها وزارة الثروة السمكية اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري ومعه وكيل المحافظة سالم الشرمان على سير العمل بمشروع أبراج الطاقة 132 كيلو فولت خلير وغريو بالهضبة خط النقل جثم وأعمال الصيانة لتوربينات المحطة الغازية الوكيل العامري استمع من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضر موت الدكتور خالد بحريش إلى مدى الإنجاز في المشروع وحث الوكيل العامري على سرعة متابعة مقاولي المشاريع التي ستقلل نسبة الفاقد الفني كما تعرف على أعمال الصيانة الدورية الجارية في القطاع 10 لتوربينات المحطة الغازية بترمسيلة مطلعا على سير التشغيل بوحدة ضخ الغاز للمحطة الغازية ومدى الإمكانية الفنية لزيارة الضخ فيها اختتم وكيل محافظة حضر موت حسن الجيلاني مساء اليوم بالمكلة البرنامج التدريبي لتمكين الفتيات بالمهن الحرفية دورة صيانة الموبايل بمشاركة عشرين متدربة الذي تنفده وتموله منظمة رحمة حول العالم الوكيل الجيلاني وفي تصريح عقب حفل الختام أكد المكانة التي تحظى بها المرأة في حضر موت وفي الوطن عموما على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن مشيدا بما تحققه المرأة من تقدم في مجالات مختلفة في السنوات الأخيرة وثمنا جهود منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية في اختيار مثل هذه البرامج النوعية وأعرب كل من العميد عبدالله باي عشوت وأحمد بادروس عن سعادتهما لتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية التي تلبي أحد احتياجات السوق المحلية في توفير أياد عاملة من الفتيات والتي ستعمل على تعزيز خصوصية النساء أثناء صيانة جوالتهم ويهدف البرامج التدريبي لتمكين الفتيات في المهن الحرفية عبر دورة صيانة الموبايل التي تستهدف أربع محافظات هي حضر موت وعدا ومأرب وتعز بإجمال ثمانين متدربة لخلق امرأة قادرة على أن تكون معيلة لنفسها ولأسرتها أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دولار لبرامج جديدة مع شركاء الأمم المتحدة لدعم قطاع الصحة في اليمن بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة الوكالة ذكرت في بيان لها أنها بالشراكة مع الصحة العالمية واليونسيف ستساعد اليمن على الانتقال من الاستجابة لحالة الطوارئ إلى مرحلة أكثر استدامة وطويلة الأمد لإدراج لقاحات كوفيد ناينتين وتعزيز النظام الصحي وأوضحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية في اليمن كيمبرلي بيل أن الهدف من هذا الدعم هو تحسين الأنظمة الصحية المحلية مشيرة إلى أهمية البرنامج الذي انطلق لتحسين الخدمات الصحية المنقدة لحياة اليمنيين ويشمل البرنامج تخصيص منظمة الصحة العالمية مبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار تقريبا لقطع الغيار والإصلاحات والصيانة لثماني محطات أكسجين في المرافق الصحية ختام النشر نذكر بأبرز ما جاء فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل المبعوث الأمريكي رئيس الوزراء يستقبل السفير الإماراتي لدى اليمن وزير الخارجي يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولدا الأمين العام لمحلي حضر موت يرعى توقيع عقد توريد أدوية كيموية وبيلوجية للمركز الوطني لعلاج الأوراق لمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرا وفي الختام دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة